زيكم عاملين ايه انا فرح محسن دكتورة سيدلانية ومعاكم على تشانيل دكتور جوي بما ان الناس كتير قالتلي المنتجات غالية جدا يلا بقى نشوف الروتين الطبيعي طبيعي تماما هنستخدمه علشان البشرة الجافة والبشرة اللي بيحصل لها التهابات وتشققات في الشتاء وفي الجو الجاف زي كده بالضبط كان عندي الفترة اللي فاتت التهابات فضيعة في منطقة اللي تحت العين عند الخد كده من فوق بحت العين وشوية في القورة وحوالين الفم كان الموضوع فعلا مأسايا وكان عندي التهاب وحمرار وتقشف وجفاف وكان الموضوع كبير قوي علكت الموضوع ده طبعا مش لست هجرب في الفيديو ولكن حواليكم انا عملت وبعمل ايه يلا نبدأ كده ونشوف الروتين واحدة واحدة كده step by step اي روتين لو مش روتين تنظيف عميق للبشرة يبقى انا هخصل وشي ما بين الخطوات وما بين المشكات بالماية بس مش بالصابونة انا بخس الوشي دلوقتي بصابون ملطف او صابون طبيعي مش بكررها غير في اخر خطوة تاني خطوة دلوقتي معايا هو تهدئة وترتيب البشرة باستخدم فيها حاجة كويسة جدا وهي عسل قصب السكر ودي حاجة انا اتكلمت عليها في الفيديو اللي قبل اللي فاتح ياريت لو في حد ما شفوش يرجع يشوفو باستخدم عسل قصب السكر لان في خواص مقشرة ومهدئة للاجزيمة مهدئة للالتهابات مهدئة للأحمرار وانتي اكسدنت مضادات اكسادة وهكذا وكذلك الزبادي ولسه هكلمكم عنها اكتر باستخدمهم مع بعض بيدوني سوزنج افاكت وترتيب عالي جدا وفي نفس الوقت تهدئة للالتهاب شديد مش لازم عسل قصب السكر بعينه لو صعب توفره خالص لو صعب توفر عسل قصب السكر او العسل الاسود ممكن استبدله بعسل طبيعي او عسل صدر او عسل طمر او الحاجات دي ولكن هو يفضل جدا عسل قصب السكر لان فيه مواد فعالة مش موجودة في انواع العسل التانية هو تحفة بالنسبة للتفتيح من الحاجات اللي انا اعتمدت عليها اساسا في التفتيح ومن الحاجات اللي بتنقذني برضو في الترتيب العميق وفي تهدئة الالتهابات ولكن في نقطة تهدئة الالتهابات دي ممكن العسل حتى عسل النحل ممكن يفدني في الموضوع ده اي عسل بفضل اعمل مساج وادلك عشان هتأكد ان البشرة تشبعت تماما بيه بالترتيب بتاعه وبتاع الزبادي اللي بتكون بمناسبة خلية الدسم تماما بفضل اعمل مساج لمدة 15 دقيقة وبعد كده بسيبه ينشف على وشي مش بخسله من وشي الا لما يكون نشف خالص مش لقملهاش بقى وقته محدد اهم حاجة ابدأ احس كده ان هو نشف على وشي بروح لطول اخسله بالمية فقط معنا بقى تالت خطوة ودي برضو نفس الايفاكتة تقريبا ترتيب عميق وتأشير لطيف بستخدم فيه زبادي برضو ليه الزبادي انا مركزة عليها عشان الزبادي فيها اللاكتك اسد واللاكتك اسد دي احنا كنا تكلمنا عليه الفيديو اللي قبل اللي فات وقلنا ان هو من الالفا هيدروكسي اسد المقشرات اللطيفة بتساعد على ترتيب وتلطيف وتأشير اللطيف جدا للبشرة فالزبادي خالي الدسم اللي ما فيهوش دسم عالي هو رائع بالنسبالي في الروتين ده بحط عليه نسبة كركم شغيرة خالص لاحظوا البيست او الزبادي في الاخر لما قلبتها مع الكركم لونها ما كانش اصفر عشان الناس اللي بتستخدم الكركم بكميات مهولة في السكين كار او في عمات عن المسكوات اللي بتعملها ده غلط تماما لان انا كده ممكن يحصل لي الاعراض الجانبية ويبقى الكركم هو سبب في الالتهابات بتاعتي بدل ما يبقى هو السبب في التأشير اللطيف والنظارة الخفيفة والتلطيف في الايفاكت الملطف بتاعه وتنشيط الدورة الدموية انا كده حبقى بشوف اعراضه الجانبية زي ما دايما بقول لكم الزيادة من كل حاجة مش كويسة لازم دايما استخدم الجرع العلاجية من كل حاجة وما استهونش بالعلاجات الطبيعية بشتف وشي بالمية خلاص وببدأ من الخطوة دي احس ان انا بشرتي اتنفخت حرفيا ببدأ حس ان الدحكة ما فيهاش تشققات بنبدأ بقى التلطيف وتغذية البشرة بزيوت وزي ما انتو شايفين قد ايه بنستخدمها بدقة كبيرة جدا طب ايه زيوت اللي انا بستخدمها بستخدم زيت الارجان وزيت اللجوبة بستخدمهم مع عشاب لو انا بشرتي عندها استعداد لتكوين حبوب يستحسن جدا ان انا استخدم الاعشاب دي روزماري لو انا بشرتي محتاجة احساس ملطف لو فيها بقع وفيها كلف وفيها هالات يستحسن ان انا استخدم اليانسون بعمل ايه بقى بستخدم الكومبريست ماسك دي دي كويسة جدا للمسكات بتاعت الزيوت هي لوحدها بتنتص محتوى المسك كله ولكن انا برضو لما بيبقى فيه زيوت بحب ان انا اعمل لها رالينج كده وادحرجها يعني في الطبق علشان اتأكد ان كل نسبة الزيوت طلعت في المسك لان هي اللي بتاهلني ان انا استخدم الزيوت بشكل غير مركز واعرف اوزع الزيوت على surface area واسع بدون ما يكون الموضوع مضر احنا طبعا عارفين ان كده كده البشرة بتنتص الزيوت بسرعة وبتتفاعل معاها بسرعة جدا فانا هستفاد باقل نقطة واقل ميلي جرام موجود من الزيوت دي بسيب المسك على وش المدة ربع ساعة وبعمل الخطوة اللي بعدها بدون ما اخسر الزيت بصبون انا بعد استخدام الزيوت او بعد الميكوب او اي حاجة ببقى محتاجة خطوة تنظيف عميق واحساس انتعاش للبشرة حاجة تمنعلي الكوميدوجينج افاكت بسبب الزيوت او احساس خنق المسام وما فيش حاجة بتنسعني في الموضوع ده غير المحلول الملحي او المحلول المعاقم للعين بقسم الوش نصين بابدأ ان انا امسح من نص الوش بس عشان نشوف قد ايه بيشيل الجريزي افاكت او الدهنية بتاعة الزيوت بشكل كبير جدا وبيكون باين جدا طبعا ده ما بيمنعش احتياج الغسل الوش اكيد لازم اخسل وشي بالصابونة بعد استخدام الزيوت بس باستخدم المحلول ده فعلا بيدي احساس ريفرشمنت كده وانتعاش بعمله مرتين بمسح مرتين بقوت متين مؤثر جدا في تقليل اي خنق للمسام وترطيب البشرة دي حاجة ريكماندد جدا في اسلوبكو في التعامل مع بشرتكو طبعا انا بوريكو هنا بقى الفرق يعني الصورة اللي فوق دي يعني مقشفة جدا دي الحقيقة حاجة يعني في منتهى القصوة فعلا مكنتش بقدر ابتسم الخطوة المهمة جدا بقى بالنسبالي ودي اللي مش باخصل بشي بعديها ده الليف ان وده بديل الفازلين بالنسبالي اللي بشيله معايا في كل حتة زبدة الافوكادو طحفة وصحية جدا ومرطبة جدا ومعالجة جدا ومن اخف واحسن الدهون النباتية اللي انا ممكن اثق ان انا احطها على بشريتي واسبها تمام؟ الفكرة ان انا لو حطتها على بشرة ملتهبة جدا هتحرق شوية لان هي ما عندهاش السوزنج إفاكت اللي هو بيعمله العسل واللي بيعمله الخطوات اللي احنا عملناها دي كلها هي بتحاول تعالج الإجزيمة وتعالج الأشف وترتب ترتيب سطحي اما كل اللي احنا عملناه ده ترتيب عميق وهيدريشن ريتنشن يعني احتباس للترتيب في طبقات البشرة ده اللي بيركز عليه قوي العسل فبالتالي لما بعمل بيه مسعج على بشريتي بعد كل الخطوات دي بيديني احسن نتيجة يعني لا يفضل استخدامه على بشرة ملتهبة جدا نازم الاول عالجة للتهاب ده واعمل لها ترتيب عميق دي كده في فاينر رازلت اخيرا ببتتم وبتحك وبتعايش من غير ما يكون عندي تشكوكات وقشف وجفاف وحرقان كانت فترة بعاني فيها بصراحة وبعاني كل شي تاكده في فترة من الفترات بالجفاف ده لو فيديو عجبكوا عملولي لايك وعملولي سبسكرايب عشان تشوفوا كل الفيديوهات الجاية عملولي فالو على السوشل ميديا هناك بنتواصل اكتر وعملولي جاين لجروب الفيسبوك علشان يكبر ونبدأ نتواصل بشكل اكتر ومرسي قوي قوي ان انتو شفتوا الفيديو باي باي